اشتركوا في القناة ودايما للقال خلال اخر سنتين بيجد صعوبة في احراز اهداف او حتى تحقي نتاج اجابية امام الفرق اللي تبقى لسه صعدة للدور الممتاز او تحديدا الكلام ده في عهد بيت سموسيماني خلال السنتين اللي فاته انه دائما بيركز وبيعمل نتاج كبيرة مع الفرق الكبيرة لكن امام الفرق الصاعدة للدور الممتاز بيبقى فيه صعوبة شوية عشان تحصل على السلاس نقاط او احراز الاهداف طيب بمنامنا نتكلم على مباراة فاركو 72 ساعة لفاتت تعاقب مباراة الاهل وسانداونز من خلال الحساب الرسمي للاهرام على تويتر يمكن طرحوا سؤال يعني بشكل مهني او بشكل فيه توقيت طرح الاستفتاء مش منطقي ومش طبيعي وما لوش اي مبرر اطلاقا ليه السؤال كان وبارا عن ايه سؤال طرحوا الحساب الرسمي للاهرام على تويتر قدامك هو السؤال هل يستحق مسماني الاستمرار في الاهلي مديرا فنيا لفريق الكرة فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي خلال الفترة القادمة طبعا الاجابة يستحق اه بنسبة 85% و8 من 10 يستحق ان يستمر ولا بنسبة 14 و2 من 10 طبعا اجابة الجمهور واضحة بالنسبة لحضراتكم يعني نقدر نقول اجابة يعني ما فيهاش مقارنة ما بين نعم او لا اللي جابة كلها الناس بنسبة كبيرة جدا 85% بتقول يكمل مع النادي الاهلي لكن طريقة طرح السؤال وتوقيت طرح السؤال هل منطقي غير منطقي بالمرة ليه هل بيتسا مسماني اخر عشر مباريات خسرهم هل رجع من كأس العالم الاندية في المركز السادس هل خسر دوري ابطال افريقيا هل ترتيبه في الدور السنادي الخمستاشر الستاشر كل الاجابات لا طيب طرح السؤال الهدف منه ليه دايما الاعلام بيحاول يوجهنا في اطار او في سكت ان بيتسو مسماني مع كل مباراة محل تقييم ان بيتسو مسماني مع كل مباراة محل وجهة نظر ورؤية اعلامية ان الراجل ده يستحق ولا لا يستحق انا مش هتكلم على فكرة انه يستحق ولا لا يستحق لنتيجه هي اللي بتجاوب على السؤال ولكن اكبر مثال واكبر مثل عايز اضربه في هذه القصة ان الراجل لما راح كسل عالم الاندية بدون القوام الاساسي الكل بلا استثناء ما كانش بتكلم على تحقيق اي نتاج ايجابية واذ مش اقول فجأة لكن ده طبيعي وطبيعي الاهل وان الاهل من حضر لكن ايس فجأة بيتسو مسماني صدم الجميع مين الجميع الناس اللي مش حبه ان التجربة تتكمل في النادي الاهل صدمهم بالنتايج وبالمستوى وبالاداء اللي ظهر بالقالي خلال كأس العالم الاندية في ابو ظبي الراجل كسب حتى المباراة الاخيرة امام الاهلال السعودي باربعة اهداف مقابل لشيء باداء ونتيجة على اعلى مستوى هل وقتها كنت تقدر تطرح السؤال ده ولا انت استنيت بقى اول ما يخسر مطش اطرح السؤال والنهاردة لو كسب الدنيا اتهدى هيلعب المريخ نستنى نشوف النتيجة فنطرح سؤال ده كده مش صح يعني ده اولا ممكن يكون في حالة تربص بالمدرب بالمنظر ده يعني بالمنظر ده احنا ممكن نقول ان ده تربص خلاص اصبح دلوقتي في تربص ممدرب الاهل مع كل مباراة ومع كل مرحلة وده مش استقرار فني على فكرة يعني حتى الاعلام لازم يكون لي دور في نجاح اي تجربة خاصة لما تكون تجربة افريقية الاعلام الرياضي تحديدا في مصر لازم يكون اول الدعمل لها سواء انت اهلاوي او غير اهلاوي لان في النهاية ابعاد الموضوع ده تأثير كبير جدا والناس كلها عارفة تأثير ده وابعاد ده اول من راجل تولى المسئولية التهاني جات منين ماني تدريب الاهلي الراجل يشتغل وفي ظرف سنة ونص اتنين دورة ابطال افريقيا واثنين سوبر افريقي واثنين برنزية كاس عالم والسنة ده هو بيحاول يعمل نتائج ايجابية ويعوض الاخفاقات اللي حصلت في الدورة السنة اللي فاتت خاصة ان الدورة السنة اللي فاتت كان اول تجربة ليه لو انحطها بنفس تجربة منويل جزيه كان اول سنة برضو خسر الدورة لكن بعد كده قدر يكسب الدورة في عدد من سنوات المتتالية فالسنة دي الراجل ماشي في الدورة بشكل كويس لعب لغاية الولايات في الدورة كان مباراة ثمان مطشاط كسب سبعة وتعادل مباراة كسب سبعة واخر مباراة كانت امام المقصة باربعة اهداف وكسب سموح اربعة وكسب الزمالي الخمسة وكسب الاسماعيلي اربعة فعمل نتائج كويسة ايه الفكرة طرح السؤال في حد ذاتها يعني انا عدت تلات ايام بتابع الاستفتاء ده اشوف النتيجة توصل لفين والاهم من النتيجة لو دخلتوا على الاكاونت بتاع الاهرام على تويتر وشفتوا تعليقات تعليقات الجمهور بقى شوف الجمهور بيقول ايه للي طرح السؤال لاني لازم نتعامل يا جماعة مع الجمهور على ان الجمهور فاهم وان الجمهور واعي بلاش تاخدوا سكة الجمهور لإطار ان لو فيه ناس بتأيد فكرة استمراره وناس بتعرض فكرة استمراره نعمل بقى ايه الشحن ما بين الجمهور وناس معارضة وناس مؤيدة ويبقى حالة على السوشيال ميديا ده من الصح ده من الصح لان كمان انت هنا بتتكلم على جهاز فني بيقود فريق كبير بيمثل مصر فبطولة قرية كبيرة وبيحاول قدر الامكان يحافظ على اللقب ويعمل رقم قياسي جديد لمصر قبل ما يكون للرقم قياسي جديد للنادي الاهلي ان اتنين دورة ابطال افريقيا بيسع ان يفوز بالمرة الثالثة على التوالي هو ده في النهاية لما بيتسجل وبيتكتب بيتكتب باسم مين بيتكتب باسم فريق مصري النادي الاهلي من مصر فبالتالي هل لو مدرب اوروبي انا هطرح السؤال ده لكل الوسائل اعلام اللي بتطرح على سائلة زي دي او بتناعش الكلام ده حتى في السؤالة التحليية بعد المباراة هل لو مدرب اوروبي ممكن نطرح السؤال ده هل لو مدرب أوروبي ممكن نسأل السؤال ده بعد كل ماتش وارد الأهل خسر ماتش سانداونز خلاص ما كنتش موفق محضرتش كويس للماتش ده خسرت الماتش بس لسه عندك أربع ماتشات بإذن الله أولهم مباراة المريخ يوم السبت نكسبها هنرجع تاني في المنافسة ونكون موجودين في المركز التاني في المجموعة فبالتالي انت ما خرقتش الأهل ما خرقتش من دورة أبطال إفريقيا عشان نطرح سؤال زي ده فيه مدربين بيخسروا بالعشر ماتشات ما بيطلحش علىهم سؤال ولا بيكونوا محل تقييم وعندهم لعيبة ممكن تتخطى قيمتهم التسوقية العشرة والعشرين والتلاتين مليون فيه فرق صرفت مليار واثنين مليار جنيه محدد سأل سؤال على خسارة مباراة ولا بطولة ولا لآخر ثلاث سنوات الخسار قد إيه ليه دايما فيه حال التربص بمدرب إفريقي بيقود النادي الأهلي أعتقد الإجابة واضحة قبل ما تكون عندي عند كل السادة المشاهدين وكل السادة اللي شاركوا في الإجابة على الاستفتاء لأن أعتقد التعليقات قبل النتيجة كانت موجهة بشكل مباشر جدا لطبيعة السؤال اللي هو لا في محله ولا في مكانه ولا في وقته بأي شكل من الأشكال كل التوفيل للأهلي يا رب إن شاء الله النهاردة عندنا مباراة فاركو ومباراة السبت اللي جاي مع المريخ السوداني مباراة بيراميدز يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله يوم تمانية مارس ثم لقاء سانداونز يوم السبت 12 مارس الساعة 3 العصر بشكل رسمي المباراة يوم السبت 12 مارس في مساحة زمنية أربع أيام بين مباراة بيراميدز يوم تمانية ومباراة سانداونز يوم 12 كان الكلام مبدأين يوم 11 الحمد لله يمكن سانداونز طلب يلعب يوم 12 الساعة 3 فبالتالي في أربع أيام بين مباراة بيراميدز والزمالك لأن طبعا كلنا عارفين بيراميدز وي سانداونز إذا كنا عارفين أن الربطة طبعاً حتى موعيد لكل مباريات الدور الفترة اللي جاية فما فيش أي مساحة للتأجيل في الفترة اللي جاية لكن بالطبع إن شاء الله الأهلي لا طلب ولا هيتكلم في القصة دي وبيركز في مشواره وبيستعد بشكل كويس جداً للماتشاط اللي جاية وبإذن الله إن شاء الله الأهل هيعمل نتائج إجابية الفترة الجاية خاصة بعد اخسارة ماتش سانداونز يكون في حالة بقى اللي احنا نعمل روتيشن بقى لفكرة الاستعداد الزهني والاستعداد الفني يعني البعض يقول لك إيه ربا ضرة النافعة أخسر ماتش سانداونز عشان يفوق بقى البطولة ولو فكرنا حتى في الفترات السابقة لما فوزنا بدورة أبطال إفريقيا خسرنا ماتش سيمبا وكانت مباراة سيمبا دي كانت فرصة جيدة إن الجميع يبدأ يشتغل كويس ويفكر إن مباراة القضية ممكن أو نهاية القرن عشرين عشرين انتهى وإنت عندك تحدي جديد وبالفعل كانت مباراة سيمبا هي ضربة البداية إن الأهل يقدر يفوز في كل مباريات ويتأهل تاني المجموعة ويحق اللقب في نهاية المسابقة نفس الأمر بيقرر السنة دي بعد اتنين دورة أبطال إفريقيا والعودة من أبو ظابي بالبرونزية جات مباراة سانداونز وخسرنا بهدف مقابل لشيء إن شاء الله تكون ضربة البداية للفترة الجاية عشان حامل اللقب النادي الأهل يقدر يستمر في مسيرته في البطولة الإفريقية ويكمل على نفس المشوار في الفترة اللي جاي طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وندخل بقى في تفاصيل مباراة فاركو والأهلي قايمة الاختيار اللي اعتمدها بإدسو موسماني ومعسكر الفري في الأسكندرية اللي بدأ منذ الأمس وآخر التفاصيل والأخبار الخاصة بالفري النهاردة قبل التحرك إلى استاد الأسكندرية لخوض مباراة اليوم الساعة 8 بتوقيت القاهرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لدينا كلام مهم جدا عن مباراة فاركو والأهلي اشتركوا في القناة